في تركيا كشفت إدارة تربازون سبور بأنها تدرس معاقبة مدافع المنتخب الوطني كالمتجاني بعد عودته من تربوس الخضرة وهذا لرفضه كرسي الاحتياط في آخر مبارتين للفريق بالبطولة أمام كل من بورسا سبور وبيشكتاشا وهذا حسب موقع هيتسبور التركي الذي أضف بأن متجاني بدأ في الصراخ داخل غرف تغيير المنابس كما تشاجر مع زميلها في الفريق أوزير هور ماجي ترجمة نانسي قنقر